موسيقى 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 مصر الخير بالأحرف ما قبل الأولى بدأت ترتسم ملامح كسر المقاطعة الدولية العربية على لبنان وهي ساهمت في مد أنبوب تنفس للحكومة التي خرج رئيسها حسان دياب اليوم إلى دار الفتوى معتدا بأن أحدا لن يستطيع السيطرة على لبنان بوجوده في هذا المركز ووضع دياب المعلومات عن استقالة الحكومة أو بعض الوزراء منها في خانة الفيك نيوز والمفبركة واستند إلى إيجابيات ظهرت من المفاوضات مع صندوق النقد معلنا أننا قلبنا صفحة المناقشات التي جرت خلال الأسبوع الستة الماضية وبدأنا نتحدث عن الإصلاحات الأساسية المطلوبة وهذه الصفحة لم تكن لتقلب من دون تدقيق دولي وعربي غير جنائي هذه المرة فالتطورات المتسلسلة بدأت من أعلان الحصار على لبنان واستعرض دياب حين ذاك المواقف من المقاطعة وتحدث عن ضغوط دولية وممارسات ديبلوماسية فيها خروق كبيرة للأعراف تبع ذلك أن صوب دياب وجهه نحو الشرق غازل الصين وصار سفيرها يختال بين الوزرات تحرك سفير روسيا كفاعل خير وصلت طلائع النفط على الورق من بغداد إلى بيروت أبرق المشير عبد الفتاح السيسي إلى المشير رئيس الجمهورية عارضا المساعدة فتحت إيران صناديق تخصيبها النفطي وانتظرت قرارا يسمح لها بالدخول حنت فرنسا على ابنها المنكوب أنبته لكنها أوفدت وزير خارجيتها لزيارته أبدت الكويت وقطر الاستعداد للمساعدة في تخطي لبنان أزمته الاقتصادية وأول الغيث الكويت التي يتوجه إليها غدا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مبعوثا شخصيا من الرئيس ميشيل عون وإذا كانت كل مهمات عباس إبراهيم السابقة قد اختصت بالتفاوض على المخطوفين والمحتجزين فإن مهمته غدا ستكون مع دولة تخصصت في فك النزاعات وعرض الحلول هذا المسار من العروض دفع الأمريكي إلى تغيير اللغة التصادمية للمرة الأولى فأعلن مايك بومبيو أن بلاده سوف تقدم المساعدة ولن تقبل بأن يتحول لبنان إلى تابع لإيران وبدأت واشنطن بشكل عملني بحث استثناءات طلبها لبنان من قانون قيصر وغرورقت عيون السفيرة الأمريكية على الموائد الرئاسية من عين التيني إلى السرايا الحكومي وفي كلتا المائدتين لم تأتي دوروثي شي على ذكر أي مواد مشتعلة ولم تتناول حزب الله وحكومة حزب الله وما تسميه إرهاب حزب الله وعلى حين مائدة أصبحت أمريكا صديقة للبنان ودخلت دوروثي شي السلة الغذائية تطرح العلاقات الثنائية ليس تعمقا في الشراكة مع هذا البلد إنما للنأي به عن كل من الصين وإيران وروسيا وكل ما تسميه واشنطن محور الشر وبالمقارنة يصبح العراق أهون الشرور بالنسبة إليها فتبارك له هذا النفط القادم من أنابيب تقع عليها العيون الأمريكية وعلى ضفة الخليج يا رضى الله ورضى أمريكا إذن الإشارة الخضراء الأمريكية سوف تنعكس تلقائيا على دول عربية خليجية سبق أن أحجمت عن مساعدة لبنان والإنعكاس بدوره سوف يبلغ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتخفيف الشروط وتسهيل عقدة تنازع الأرقام والانفتاح هذا إذا ما استمر في توسيع دائرته فقد يعطي المعارضين في الداخل إجازة لكنه لن يعفي الحكومة والعهد من تنفيذ الإصلاحات التي لا تزال وعودا وإن طبق منها بعض البنود فأن تطبيقها جاء وفق المحاصصة وشرعة المغانم ترجمة نانسي قنقر